الأغذية المسببة للحساسية اللي يمكن ذكر بعضها في الفقرة اللي فاتت لازم الأهل يقولها بدائل عشان الطفل يعني يعيش ويأكل الاحتياجات بتاعته زي ما احنا دايما بنقول انت بتفكري في ايه كبديل للأغذية اللي تقالب دي هقول لحضرتك هو عموما أنا احنا زي ما اتفقنا ودايما بنقول ان احنا التغذية اللي علاجية ما بتعالكش احنا مش بنعالج بالطعام ولكن احنا بنقلل الأعراض بتاعة الحساسية اللي موجودة عندنا وبنحاول ان احنا نطول المدة ما بين الأتاك والتانية النوبة والتانية نرفع المناعة وندي مضادات أكسادة ونخلي الطفل في حالة استابلتي استقرار فترة لحد يعني في اسوأ الظروف بقى لو حصلوا تاني بقى تكون الفترة طولت شوية بالنسبة للحساسية بتاعت الاطفال زي ما حضرتك عارف وزي ما قالت دكتورة مونة هم دي بتبقى حاجة سبحان الله من عند ربنا مش كل الاطفال عندها حساسية من اللبن مش كل الاطفال عندها حساسية من البيض ولكن اذا الام لحظت ان الطفل عنده حساسية من حاجة معينة يجب استبعدها وده اول حاجة بنعملها ان احنا نستبعد الحاجة دي تماما حساسية زي بتاعت البيض مثلا الحساسية بتبقى من بياض البيض من الزلال البياض نفسه فالام هو طبعا والبياض هو كل بروتين هو البروتين اللي في البيض كله في البيض فالام تستبعده تماما وتاخد بالها برضو انه ممكن يكون موجود في الاكل على اشكال تانية يعني مثلا زي اجواش احنا بنعمل بيدرب بياض البيض ويتعمل بي الوش بتاع الكراسون والعيش والحاجات دي كلها فاي حاجة من المخبوزات اي حاجة من المخبوزات او الحلويات او كده ممكن يكون فيها بياض البيض برضو فتاخد بالها انها ماتب بس هو نقص بقى بروتين كتير بس استبداله بقى بحاجة تلي تريد بقى تركز على اللحوم والاسماك على كوب بيت لبن اللبن فيه بروتين كتير على فكرة اكتر كمان من اللحمة والسابق او البروتين النباتية ولكن او البروتين النباتي يعني مثلا حليب جوز الهند بس يعني احنا مش عايزين نقول حاجات ممكن تكون غريبة شواء الفول والحبوب اللي فيها بعض البروتين كل الحاجات التانية البدائل التانية تقدر تستخدمها طالما ولكن فيه نقطة مهمة جدا انا عايزة ألفة انتباهي الام لها انها لما تيجي تدي للطفل اللي عنده حساسية حاجة ما تدلوش الحاجة ميكست بحاجة تانية مختلطة بحاجة تانية يعني مثلا فيه طفل عنده حساسية من الفراولة بس انا بيجي قديله طبق فروت سالد بديله طبق صلات الفوارك فجيله حساسية بتدي يورم ووشه يورم وهو جواه صنف واحد وهو صنف واحد فدايما خافي من الطفل اللي عنده حساسية ده وديله كل نوع لوحده عشان تعرفي لانه فجأة هتلاقي بتظهر ري اكشنز معينة من حاجة تانية ما كنتيش تعرفي انه هو عنده حساسية منها خاصة انه حساسية الاكل ليها يعني فيه مواد في الاكل ممكن الطفل ياكلها ما تعتبرش حساسية ولكن بتديني نفس اعراض الحساسية طب ياريد بقى انتشوف الحاجات اللي حاجة جايبها لنا عشان فيها هستامين طيب احنا النهاردة يعني مثلا من الحاجات الاعراض اللي بتبقى موجودة نتيجة حساسية من اي نوع اكل او من تراب او من بيرفيوم او من اي حاجة بتلاقي الطفل مثلا عنده قيلة واسهال وبطنه بتوجعه ده شكل من اشكال الحساسية طبعا انا هرجع تاني يقول السيدلية اللي عندنا في المطبخ نقدر نستخدمها وانا قلت قبل كده مضادات الاكسادة هي نفسها مضادات الالتهابات هي نفسها مضادات الحساسية نقدر نديها في الفترة الانترفل بين المرة والتانية ونقدر نديها اثناء وجود الاعراض احنا مثلا هنجيب الجنزبيل جنزبيل بط جنزبيل وعليه مية وابتدي اغليه على النار هادي جدا وهعمل شاي الجنزبيل ده للطفل اللي عنده مشاكل طعمه لطيف بالذات لو احنا حطنا له عسل انا طبعا غليه تانا علشان الوقت البينامج يعني هيرضى يشربه هيرضى يشربه ونحط له عليه معلقة عسل ونديهوله يشربه هيساعده كتير قوي لأعراض أي عراض لها علاقة بالجهاز العظيم جنزبيل مغلي يعمل لي حاجة زي شاي وحط له عليه العسل ويشربه بس عايزة اقول لأمهات حاجة الحاجة اللي انا بقدمها لك ما تستبدليهاش مثلا بقرفة او ينسون او لان انت قلت لي قلت لي في حاجات منها الحاجات التانية دي كلها بتسبب حساسية بتسبب حساسية السبب الزيوت الطيارة اللي فيها في منها الزيوت اللي بتطلع منها فيشمها فيشمها الطفل هو بيشرب فتبتدي تهيجل صدر لو هو عنده حسية صدر مثلا أو حاجة نوع من الحاجة فيه حاجة تانية ممكن نستخدمها برضو وسهل له موجودة عندنا في البيت بجيب ميا وحط عليها معلقة خل التفاح ايه ومعلقة عصير لامون يا جمعة فيتامين سي فيتامين سي ومضادات الاكسادة بيتامين جيم او طبعا ودي حاجة من الحاجات اللي بتساعد وهنحط عليه كمان معلقة عسل لا خليني أدوق ده بقى او ليه انا دكتور أطفال كنت بقى دوق كل أدوية الأطفال قبل ما وصفها لهم خلوا بالكو هول عسل شايتين عشان ده عصر طبيعي مش بيدوب بسهولة عشان برضو نبتزي لو دافية هيدوب العسل بسرعة وده فيها خل تفاح ولمون صح خل تفاح ولمون وده دي توكس على فكرة بنقدر لكل التوكسنز اللي في الجسم نقدر نشرب منه مرتين نقدر نشرب منه من مرتين لتلاتة في اليوم معلش يا جماعة الدكتور أنا نيس معيناني المترجم الرسمي بتاعها ايو فاللمترجم وزوّق أنا بس يهمني محاضيتك اللي هتحكم دكتور أهم إنها تقول حلو هتلاقي كل النسبة اللي بتشربه وتبتدي تجربه حلو حلو بس بيخفي الخل شوي حاطر مرة جاي